موسيقى اهلي نادي البطولات قطار الاهلي للبطولات مستمر في حصد هذه البطولات باستمرار في جميع الألعاب ما شاء الله لما نجي نتكلم في يعني منذ أن يعني مجل صدارة النادي الأهلي الجديد متواجد منذ أن تولى المسؤولية 52 بطولة ما نجي نتكلم في شهر مارس فقط عندنا 21 في البطولة في جميع الألعاب يمكن أن نحن النهاردة ونحن نشاهد منذ قليل زميل هيسم السعيد في ملوك الصلاة بيحتفل بنجوم أو أبطال أفريقيا نجوم كرة الطائرة رجال النهاردة يعني شيء مفرح جدا جدا نحن بنشوف النجوم والأبطال المتواجدين في الوقت ده بيحصدوا هذه البطولة المرة 13 في تاريخ النادي الأهلي بطولة أفريقيا للطائرة رجال أكيد ونحن نتكلم بنبارك كابتن محمد مصلحي وفريق وأيضا ما ننساش قبل كده كرة الطائرة سيدات أيضا كابتن حمد الصافي بطولة عربية والدوري وبطولة أفريقيا وأيضا رجال كابتن طارق خيري كاس مصر ودوري المرتبط أيضا سلة سيدات دوري المرتبط وبطولة منطقة القاهرة والكاس طبعا كابتن أهاب الألفي أيضا يد سيدات منطقة القاهرة والدوري وكاس مصر بطولات عديدة كابتن طبعا بيسا حسني لازم كل واحد ياخد حقه في حتة نحن نقول الإنجازات اللي بتحدث فيه النادي الأهلي مجلس الدارة في وقت قصير ما شاء الله بيقوم بمجهود كبير جدا سواء بقى على الشكل الإنشائي أو حتى جزئية البطولات واللي احنا متعودين عليها واللي تربين عليها أنا واحد من الناس في النادي الأهلي وانحنا صغرين وانحنا بدين تربى في قطاع النشئين احنا ما عندناش حاجة اسمها المركز التاني دائما المركز الأول دائما عائلة الأهلي بتفكر في هذه الجزئية دائما روح الفنينة الحمراء بتفكر في هذه الجزئية هو البطولة سواء بقى محلية قرية أو ان شاء الله في وقت وقتها يبقى فيه عالمية أثناء طبعا وجودنا في كأس العالم الأندية ان شاء الله اللي احنا نتمنى من خلال بطولة أفريقيا القادمة ان احنا متواجدين ان شاء الله وناخدها وايضا نشترك فيه كأس العالم الأندية لكن طبعا مهم جدا ان احنا نلقى الضوء على البطولات النادي الأهلي واقتار الأهلي اللي لا يتوقف عن حصد البطولات لما نستيجي تكلمنا تقول انتوا بتجددوا في في الدولاب البطولات لا دا احنا مش بنجدد احنا نعمل مدحف نعمل مدحف للبطولات في جميع ألعابنا ما شاء الله ما نجي نتكلم على جميع الألعاب النادي الأهلي زي ما بقول قلعة رياضية فيها جميع الألعاب ما شاء الله أبطال بيطلع من خلالهم لمنتخبات الوطنية ومن خلال المتخبات الوطنية ايضا بنحصل على بطولات دي اخر بطولة بطولة الرجال للكرة الطيرة بطولة أفريقيا حاجة مشرفة استمتعنا طبعا بوجود نجومنا هنا كان فيه ناشئ النادي الأهلي موليد الفين واثنين بيحصدوا بطولة الدوري النهاردة فبالتالي حتى زي ما بقول لكم واحنا في قطاع ناشئين في كل الألعاب بنتربع على روح الفانيلا الحمرة وروح البطولة وحصد البطولات زي ما بقول لكم احنا بنعمل مدحف ان شاء الله في استادنا القادم استاد الأهلي ان شاء الله لا يكون مشروع مجلس الدرس بيحقود بشكل كبير يسرع في بناء هذا الاستاد او هذا المشروع الكبير ان شاء الله كل التوفيق لمجلس الدارة كل التوفيق لكل الفرق وكل اللعبين وكل الإدارات اللي موجودة داخل نادي الأهلي دائما يبقى في المقدمة دائما نادي القرن نادي البطولات نادي الأهلي مبروك ألف ألف مبروك لكل فرق اللي موجودة داخل نادي الجامعية والفردية وزي ما بقول لكم هي عائلة واحدة عائلة النادي الأهلي وروح الفنينة الحمرة هي الأساس عندنا وزي ما بنتكلم ونشوف دائما جماهيرنا هي اللي في الأول هي اللي بتزقنا دائما للهدف ده هدف البطولة ودائما إحنا الفضل بيرجع لهم ليهم في الأول وفي الآخر زي ما بنشوف في البلاس تسعين دائما إحنا حطين دماجنا وحطين هدفنا المكسب عشان إسعاد جمهورنا الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم وحبيب بس كنت أبارك لكل الفرق اللي أخدت بطولات حتى الآن بالنسبة للنادي الأهلي فيه جميل العاب سواء سيدات طيرة سلة يد كل رجال طبعا طيرة سلة يد كل الألعاب اللي هي ألعاب الصلاة اللي احنا بنتكلم معناها ولكن زي ما بقول لكم 52 بطولة متنوعة سواء بقى جماعية أو فردية في النادي الأهلي في خلال أربع شهور فقط من خلال تولي كابتن محمود الخطيب ومجلسه الكريم مقاليد وجودهم كمجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي كل التوفيق في الفترة الخادمة مشوار لسه احنا مكملين فيه وما بنتوقفش احنا مبنقفش عند الحتة دي احنا بنفكر في المراحل القادمة سواء بقى في البطولات أو حتى في شكل النادي الأهلي ان احنا نوديه فين هنوديه للعالمية هو موجود عالميا لكن هنوديه بقى فترة جاي من خلال طبعا خطة موضوعة بشكل مميز جدا مجلس إدارة بيكتهد بشكل كبير على هذه الجزئية ان يخلي النادي الأهلي في احسن حالاته لسه من يومين كان ليا الشرف ان انا بقدم المؤتمر قرعة الاهلي الدبلوماسية والعلاقات القوية اللي بيقوم بيها النادي الأهلي كدوره الوطني من خلال طبعا ان السفرات الدبلوماسية اللي موجودة هنا ولايقات الدبلوماسية تبقى في علاقات جيدة مع النادي الأهلي وده دور مهم جدا زي ما بقولكو احنا اسمنا كبير والاسم ده بيدي ثقة كبيرة جدا لتواجد واحد زي السفير الروسي السفير الالماني السفير الهولندي السفير الارجاني كل السفراء كانوا متواجدين في هذا المؤتمر بناء على ثقة الناس جميعا في النادي الأهلي وقلعة رياضية موجودة في مصر وهدفها هو طبعا رفعة اسم مصر باستمرار واكيد دائما احنا بنحب ندينا بنحب جمهورنا هو ده اللي احنا بنشوفه اكيد البطلات اللي احنا شايفينهم قدامنا دول متربيين على هذا الاساس الابطال اللي كانوا متواجدين منذ قليل في الستوديو هنا كانوا ايضا متربيين على هذا الاساس وما فيه احنا بنقبلش بغير هذا الموضوع وهو البطلات الف مبروك الف مبروك لكل الفرق اللي حصلت بطلات هذا الموسم وحتى الان كل التوفيق لسه طبعا مستمرين لسه اعتقد ان كرة طير الرجال عندهم كأس مصر يعني بعد ايام كل التوفيق ايضا ليهم كل التوفيق طبعا دكتور عمر نائب رئيس الاتحاد الافريقي وايضا يعني واحد من محبي يعني اعضاء النادي الاهلي الكبار يعني ايضا كان متواجد فيه هذا الاحتفال كل التوفيق طبعا كابتن محمود الخطيب والف السلام عليه يعني احنا بنشوفه كده في التوقيت الحالي يعني انا كنت عايز انهي الفقرة به ولكن طبعا ألف سلامة على كابتن محمود يا رب ان شاء الله الشفاء العاجل لكابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي اللي بيقوم بمجهود كبير جدا جدا طبعا هو ومجلسه الكريم لرفعة اسم النادي الاهلي اروح لك